بدون مقدمات زلزال في المغرب وسيول في ليبيا مشاهد مروعة وحالة من الخوف والرعب مفزعة وليس أمراً دعم هذه الحلقة للعبرة لمن لا يعتبر فسنرى ونسمع في هذا الفيديو العجب العجاب ونرى رسائل من الله العلي القدير العزيز الجبار لنرى رسائل الله لهذا الكون الذي لا يعتبر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فبدون مقدمات زلزال في المغرب وسيول في ليبيا مشاهد مروعة وحالة من الخوف والرعب مفزعة ناس وبيوت بل وأحياء بكاملها تزال من على وجه الأرض في لمح البصر مفقودون تحت الأنقاض وفي البحر والأودية بأعداد لا أعلمها إلا الله صور مجرد رؤيتها فقط على الشاشات وعبر الفضائيات تخلع القلوب وتصدم النفوس فكيف بمن أصابتهم هذه المحن وتعرضوا لها وعاشوا أحداثها آيات ونذر تظهر ضعف البشر فلا يستطيعون ردها ولا يملكون دفعها مهما أوتوا من علم وقوة وتنبؤات وأرصاد ومصدات آيات ونذر تظهر عظمة الجبار وقهر القهار وتبين كمال عزته وسلطانه وتمام ملكه وأمره وتدبيره وتقديره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فدع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك لله تصير أمور العباد فدع الاعتراض فما أجهلك فالزلازل المدمرة والأعاصير المروعة والرياح العاتية والفيضانات والسيول المهلكة المغرقة كلها محن ومصائب وفتن وابتلاءات فرب آمن أمس هادئا مرتاح البال فأصبح مغتما خائفا فزعا متغير الحال ورب غني يرفل في ثوب العز والغنى فقد كل ما يملك في لحظة وذاق الفقر والهم والضنى كم من عزيز ذل كم من سعيد اغتم فتن متلاحقة يرقق بعضها بعضا كقطع الليل المظلم ولا تظن في أي مكان في الأرض أن هذه الآيات والنذر من أحد منا ببعيد فالله جل وعلا لا يجامل أحدا من الخلق مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحباة قال سبحانه أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون فما يقع في الكون كله ليس عبثا فالله جل وعلا هو الحكيم الذي لا يدخل في تدبيره خلل ولا يدخل في حكمه زلل قال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر قال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن فرأها إن ذلك على الله يسير قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله لكنني أذكر أهلي وأحبابي في بلاد المغرب العربي وفي ليبيا وأقول لهم جميعا شأن المؤمنين الصادقين عند المصائب والمحن والابتلاءات والفتن الصبر والتسليم لله جل وعلا واحتساب الأجر وسرعة التوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قال جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وفي الصحيحين عن أبي سعيد وأبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه وفي سنن الترمذي بسنة حسن من حريث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله الصخط وفي رواية صهيب في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فأبشر يا أهل البلاء في المغرب وليبيا وفي كل مكان ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق أي من يموت غريقا وصاحب الهدم أي من يهدم عليه بناء أو يموت تحت أنقاض الزلازل والشهيد في سبيل الله هؤلاء الشهداء عند الله جل وعلا ولذا اسمح لي أن أقدم خالص العزاء وصادق الدعاء لأهلنا في بلاد المغرب وفي بلاد ليبيا وأدعو العالم كله بصفة عامة والمحسنين من المسلمين بصفة خاصة أن يهبوا وينطفضوا بصدق لإغاثة هؤلاء المنكبين والمتضررين وبذل ما يستطعونه وما يملكونه لإنقاذهم ولا نملك والله إلا أن نتذلل ونتضرع إلى ربنا جل وعلا أن يرفع عنكم وعن جميع المسلمين في كل مكان الزلازل والبراكين والسيول والأعصير والمحن والمصائب والفتن والابتلاءات اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم عندك في الشهداء اللهم داو جرحاهم وعوضهم خيرا اللهم أمن خائفهم وأطعم جائعهم ولا تكلهم إلى أنفسهم أو إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم أكلهم إلى سعة رحمتك وعظيم فضلك اللهم ألطف بهم وأسبغ عليهم نعمك وكرمك وأنزل على قلوب محبيهم برد السكينة والرضى يا أرحم الراحمين وأسألك بمنك وكرمك أن تحفظ بلدنا نصر من الزلازل والعواصف والأعصير والسيول وأن تجعلها يا رب في كنفك وأمانك وسترك وضمانك وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا أنسى أن نقدم العزاء لأهلنا ممن قتلوا في هذه السيول المدمرة في ليبيا وأتوا إلى مصر ليدفنوا فيها أسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن ينزل على قلوب أهلهم ومحبيهم برد السكينة والرضى وأن يختم لنا ولكم جميعا بحسن الخاتمة إنه ولي ذلك ومولاه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه رسالة من الله عز وجل دعونا نرى رسالة أخرى عبر القرآن الكريم في هذا الفيضان المميد ونسأل الله العفو والعافية لأهلنا في ليبيا ونقدم جزيل الشكر لأعوان الحماية المدنية في كل مكان والتي تساند أهلنا في ليبيا دعونا نشاهد هنا في أنقاض دربنا أتى به أحد الرجل العسكري بلباس عسكري فقال لي يا شيخ هذا المصحف هذا أحطه في جامعة وكذا وجدناه فالغريب أني لما افتحت المصحف بالشكل هذا يا إخوان والله ما غيرنا الخيط هذا الخيط هذا الانتهى صاحب المصحف من القراءة هذا المصحف كان بطريقة هذه سبحان الله لما افتحت على آخر آية قراءة هذا الإنسان قول الله عز وجل آخر آيتين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس دائقة موت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم صاحب المصحف أغلق المصحف وما يدرى الله أعلم متى قرى هذه الآية قبل في نفس اليوم لمت فيه قبل الله أعلم لكن هذه عبرة للأحياء عبرة لنا الأحياء نعتبر كل نفس دائقة موت نصد الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء وأن يحفظ الأحياء وأن يعوضهم خيرا ولنقول إلا ما يرد الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ولعل هذا الأمر فيه خير لا يعلمه إلا الله لحكمة أرادها الله عز وجل نصد الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا نصد الله أن يردنا جميعا إلى دينه إلى كتابه إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله المستعان الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل بعدما رأينا هذه الرسائل والمعجزات من الله عز وجل أما أنا الأوان إلى أن ترجعوا إلى رب العالمين أما أنا الأوان أن ننهي الإلقسان أما أنا الأوان أن نتصافح ونتكاتف فنحن إخوة في الإسلام ولا تنسوا الدعاء لإخواننا الليبيين والدعاء لجميع المسلمين في تعليقاتكم في نهاية هذا الفيديو بحبت شكركم كثير على المتابعة كل التحية والتقدير لكم كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين ونقول كان الله في عون أهلنا في ليبيا وعون أهلنا في المغرب وعون أهلنا في جميع بلاد المسلمين ونقول دوما تحية الجزائر السباقة بالخير ونقول دوما عائشة الوحدة العربية والإسلامية تحية لكم سلام